نتحدث عن هذا الملف بمزيد من التفصيل مع ضيوفنا من واشنطن معي السيد توماس وارك كبير مستشاري المجلس الأطلسي في واشنطن ومن طهران معي عبر سكايب الدكتور سعيد شاوردي الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أهلا وسهلا بكما إذن مرحبا بكم ضيوفي الكريمين إلى واشنطن والسيد وارك يعني إلى الآن هناك من يقول أن هذا الرد الإسرائيلي عفوا تأخر حتى هذه اللحظة من وجهة نظرك ما هي أسباب التأخير وإلى أي مدى هناك تطابق في وجهة النظر ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في طريقة الرد لأن هناك بعض التسريبات أشارت إلى أن هناك استدفت أيضا لشخصيات إيرانية يبدو أن النقاشات التي جرت بين وزير بلينكين والمسؤولين الإسرائيليين على مدى الأيام الماضية أعطت إسرائيل سببا لإعادة النظر في أهدافها أعتقد كثيرون أنه سوف يكون هناك هجوم قبل العطلة الدينية لإسرائيل ولكن هذه بدأت التوقع لا يزال في واشنطن أنه بعد الصواريخ المائة وثمانين التي أطلقتها إيران على إسرائيل أن إسرائيل سوف تستهدف أهداف عسكرية إيرانية إذن لا تزال تتوقع واشنطن أن يكون هناك رد قد تفضل أن يتم تأخير هذا الرد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ولكن لا أحد يعتقد أن هذا سوف يحدث وواشنطن قد تفضل أن يكون ذلك بعد مخادرة الوزير بلينكين للمنطقة ولكن لا يمكن أن نتأكد من ذلك أيضا في هذه المرحلة واشنطن لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي وعلى الأرجح سوف نعرف الأيام القليلة المقبلة إلى الدكتور سعيد مرحبا بك دكتور سعيد إيران قالت بأنها تتوقع أن تكون الضربة خلال الأسبوع القادم وذلك بعد الكثير من التوقعات أو على الأقل بعد فشل الوساطات الإقليمية التي كانت إيران من خلالها تحاول إيقاف هذه الضربة كيف تعد العدة طهران لهذا الرد؟ وأيضا بزاجكيان يوم يقول بأن إيران مستعدة للرد برد قوي كيف سيكون الرد إذا ما حصل مثل هذه الضربة؟ تحية طيبة لك أستاذ عبد الله ولضيفك ولجميع المشاهدين هو حقيقة حتى الآن سمعنا الكثير من التهديدات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي في أول أكتوبر عندما استهدفت إيران بالصواريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة وهددت إسرائيل أنها سترد ومضت فترة طويلة ولم ترد حتى الآن رأينا في البداية أن إسرائيل أو نتنياهو بالأحرى هدد بأنه سيستهدف المنشآت النووية والنفط والقاز ومقرات عسكرية وحتى أماكن سياسية ولكن على ما يبدو أنه تراجع بعد ذلك وخفض مستوى أو سطح التهديدات وصلنا بالأمس تقريبا إلى أنه يريد أن يستهدف بيوت بعض السياسيين أو العسكريين وعلى ما يبدو أن استهداف المنشآت النووية أصبح هذا مستبعد وفق ما سرب من وثائق طبعا هذه الوثائق حتى الآن لا يمكن أن نقول أنها صحيحة 100% بالرقم من أن الإعلام القربي قال أنها رسمية وعلى ما يبدو أنها صحيحة ولكن على كل حال هناك على ما يبدو يوجد تراجع لدى إسرائيل في تهديداتها وخلال الفترة الوجيزة كنا نسمع أيضا تهديدات وكلام من قبل الإسرائيليين أو على الأقل الإعلام القربي والإسرائيلي أن الهجوم قد يكون خلال الفترة القليلة يعني قبل الانتخابات الأمريكية الآن أصبحنا أيضا أن نسمع كلام جديد وهو يمكن أن يكون الهجوم الإسرائيلي على إيران بعد الانتخابات الأمريكية فينظر إلى هذا على أنه يأتي بسبب قلق حقيقي لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية ما بعد تنفيذ أي هجوم على إيران لأن كما تفضلت الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان وأيضا القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي ومحمد باقري رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية والكثير من القادة الآخرون كلهم أكدوا أن أي استهداف لإيران سيأتي أو سيواجه برد أكبر من أي ضرب قد ترتكبها إسرائيل ضد إيران إيران طبعا تقول أنها قادرة على فعل ذلك وأصبح الزمن من الماضي عندما كانت إسرائيل تقتال شخصيات نووية أو عسكرية إيرانية سواء داخل إيران أو خارج إيران ولم ترد إيران بشكل مباشر هذا أصبح من الماضي يعني ما الذي يجعله من الماضي دكتور سعيد نازلت الأحداث حتى هذه اللحظة تثبت أن ذلك ممكن أن إسرائيل استهدفت سماعي الهنية في داخل طهران واستهدفت أيضا حسن رصر الله في بيروت وهي لازالت حتى هذه اللحظة تستهدف قيادات سواء في حزب الله أو كذلك في العراق وفي سوريا لازال المسلسل مستمرا ما الذي يجعل ذلك من الماضي؟ أستاذ عبد الله أنا ما أقصده أنه وطبعا هذا كلام المسؤولين الإيرانيين ليس تحليلي أنه أصبح هذا من الماضي أقصد أن عدم الرد المباشر وببصمة إيرانية هذا أصبح من الماضي كانت الاختيالات سواء للعلماء النوويين الذين اقتالتهم إسرائيل داخل طهران أو عسكريين إيرانيين في سوريا ردت إيران ولكن الرد لم يكن مباشرا بعد 13 إبريل أو 14 إبريل الماضي إيران بدأت مرحلة جديدة وهي الرد المباشر بنفسها على إسرائيل وتكرر هذا الرد في أول أكتوبر الآن أيضا تقول إذا ما استهدفت إسرائيل أي مكان في إيران سنرد على هذا الاستهداف ولن يبقى دون رد أعتقد هذه التهديدات الصريحة غد تغلق الإسرائيليين والأمريكيين طيب إلى واشنطن مرة أخرى وسيد وارك اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أننا نشارك في الحرب على سبع جبهات عندما يحدد هذه الجبهات ويشير إليها بالرقم هل نستطيع أن نفهم من هذا الأمر أن ردا إسرائيليا سيكون على كل الجبهات السبع حل سيكون ضربة استراتيجية قوية تحاول تحييد كل هذه الأخطار ولو بشكل جزي يبدو أن إسرائيل تتعامل مع كل هذه التهديدات بطرق مختلفة ورغم أنها تحدثت أحيانا عن الربط فيما بينها ولكن في الواقع هي لا تربط فيما بينها نحن نتوقع أن تسمر العمليات الإسرائيلية في خزة والوزير بلينكين كان يحث حكومة نتانياهو على تغيير مقاربتها فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وقال الإسرائيليون أنهم سوف يقومون بذلك ولكن واشنطن تود أن ترى بعض الإجراءات الملموسة على الأرض لتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في خزة في الوقت نفسه العملية في لبنان مستمرة على ما يبدو واشنطن تود أن ترى وقفة لقنار هناك ولكن هي تدعم علنا وفي الكواليس الاستمرار في العملية الإسرائيلية إلى أن يكون هناك عملية سياسية لبنانية يمكن أن تضمن تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ومسألة إيران منفصلة عن ذلك من الواضح أنه سوف يكون هناك رد عسكري على الصواريخ المائة والثمانين التي أطلقت ضد إسرائيل ولكن ما هو مأمول على الأقل في واشنطن وأوروبا وبعض العواصم في الشرق الأوسط الأخرى هو أن الرد الإسرائيلي سوف يكون معتدلا لن يكون حاسما ولن يستهدف المنشآت النووية المدنية أو النفطية وسوف يكتفي بالأهداف العسكرية وبعد ذلك قد نرى خفض للتصعيد كما حصل في أوقات سابقة وبالتالي مهما تقوم به إيران ردا على ذلك لن يتطلب ردا إسرائيليا آخر على الأقل واشنطن تأمل أن يكون ذلك نهاية ما يحدث ويمكن استئناف الجهود بعد الانتخابات الأمريكية في محاولة التواصل لأوقفة لقنار إذن من واشنطن كنت معي سيد توماس واريك كبير مستشار المجلس الأطلسي في واشنطن شكرا لك من طهران كان معي عبر سكاب الدكتور سعيد شاوردي الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي شكرا جزيلا لكم